يبدو أن الأزمة السياسية في ليبيا ما زالت تروح مكانها بعد أن ظن كثيرون أن انتهاء أزمة تعيين محافظ المصرف المركزي قد يفتح الباب أمام إنهاء حالة الانسداد التي يعانيها المشهد السياسي في البلاد فما إن أعلن عن اتفاق مجلسي النواب والدولة في سبتمبر الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على تعيين محافظ المصرف المركزي ونائبه حتى عادت بوادر أزمة سياسية جديدة خاصة بعد إعلان برلمان طبرق تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي وهو ما اعتبره كثيرون عودة لنهج القرارات الأحادية ومن هؤلاء المجلس الرئاسي الذي قال رئيسه محمد المنفي إن استمرار القرارات الأحادية دون محاولة معالجتها كحزمة من خلال حوار الأطراف الذي قادته البعثة يشجع المؤسسات على الاستمرار في نهجها الأحادي داعيا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإسراع في تعيين مبعوث دائما إلى ليبيا يصاحبه تمديد مجلس الأمن لعمل البعثة لمدة كافية لإنجاز الانتخابات الوطنية كلام المنفي عن القرارات الأحادية وتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا تبعه تسريبات عن قرار رئاسي جديد يستعد المجلس الرئاسي لإصداره قريبا نشطاء ومدونون نقلوا هذه التسريبات وأكدوا أن القرار المرتقب للرئاسي ليس أقل من قرار إعفاء الصديق الكبير الذي اتخذه المجلس الرئاسي سابقا ومما يزيد من احتمال أن تكون هذه التسريبات دقيقة كلام رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيب الذي قال إن خطوات وقرارات حاسمة ستتخذ قريبا لتمكين الليبيين من الانتخابات وإن المرحلة القادمة تتطلب الحزم والقوة في مواجهة من يسعى لتعطيل مسيرة الاستقرار والحرية وفي جانب آخر يستعد المجلس الأعلى للدولة لإجراء انتخابات جديدة لرئاسته بعد أن ألغت محكمة استئناف جنوب طرابلس جلسة الانتخابات الماضية وحكمت ببطلانها فهل سينتهي الانقسام الذي عصف بالأعلى للدولة وجعل البرلمان ينفرد بقرارات مصيرية خلافا لما نص عليه الاتفاق السياسي وما هي الخيارات المطروحة أمام رئيس الحكومة والذي يمكن أن يصدر عن المجلس الرئاسي في الأيام القادمة وهل نحن مقبلون على عاصفة جديدة كتلك التي أطاحت بالمحافظ السابق أم أن البعثة الأممية ستقدم لنا حلا يرضي جميع الأطراف